ربما كانت المعركة الأمة في حياة طاحسين هي معركة كتابه الشهير في الشعر الجاهلي في الشعر الجاهلي صدر في العام 1926 وطاحسين في هذا الكتاب بالمناسبة وهو كتاب يتعرض يعني يوجد دائما ما يسمى بالسردية الجاهزة السردية الجاهزة بمعنى أن هناك أفكار مستقرة تجاه قضية من القضايا ويتم تعميم هذه الأفكار بوصفها هي الحقيقة المطلقة وهذا الكتاب تعرض لهذا الشكل من السردية الجاهزة أو المستقرة بأن هناك في الحقيقة تصورات ليست حقيقية عن هذا الكتاب هذا الكتاب هو دعوة للتفكير الحر كما أشرت هو إعمال لما يسمى قيم العقل النقدي القائم على فكرة المساءلة ووضع الأشياء يعني ما يريد أن يقوله طاحسين باختصار في هذا الكتاب وأنه يجب أن نضع جميع الأشياء موضع المساءلة وموضع المراجعة النقدية المستمر قول طاحسين في كتابه في الشعر الجاهلي بأن مثلا بأن بفكرة انتحال الشعر العربي وأن ووضعه الشعر الجاهلي موضع تساؤل هذا المعنى كان هذا المصوري الجدل نعم هذا المعنى دفع بقى كانت هناك معركة هائلة هذه المعركة كان لها صدف الجامعة من جهة وكان لها صدف البرلمان المصري آنذاك من جهة ثانية ووقفت بالمناسبة أحزاب راجعية ومحافظة ضد طاحسين ووقف متشددون ضد طاحسين وتعرض لحالة من حالات الإقصاء داخل الجامعة والإقصاء داخل الجامعة بالمناسبة لطاحسين تعرض له في أكثر من مرة من مرة من إحدى المرات مثلا وهذا يشير لك على فكرة كيف للمفكر أن يتسخ مع نفسه طاحسين كان له موقف مثلا من منح الدكتوراه الفخرية للشخصيات الشهيرة لمجرد أنها شخصيات شهيرة وكانت قد منحت الدكتوراه لعبدالعزيز فهمي باشا ورفض طاحسين أن يمنح درجة الدكتوراه ليس لشخص عبدالعزيز فهمي ولكن للفكرة نفسها أو للمبدأ ذاته وتم التنكيل بطاحسين وفي كل مرة في الحقيقة كان هناك رجل يعني واحد من أباء التنوير أيضا في الأمة المصرية وهو أحمد لطفي السيد أحمد لطفي السيد الذي رهن استقلته من الجامعة بضرورة عودة طاحسين المعارك إذن في حياة طاحسين بدأت مبكرا كانت معركة في الشعر الجاهلي هي المعركة المركزية في حياة طاحسين لابد أن أشير بالمناسبة في هذا السياق ونحن نتحدث عن معركة في الشعر الجاهلي إلى المذكرة المستنيرة التي كتبها وكيل النائب العام أنذاك السيد محمد نور هذه المذكرة التي دافعت عن حق طه حسين في أن يقول ما يراه الكتاب بالمناسبة صدر بعد ذلك في طبعة أخرى بعنوان في الأدب الجاهلي صحيح أن هناك أجزاء خزفت من الكتاب لكن ظلت الفكرة الرئيسة المسيطرة على الكتاب حاضرة بداخله أيضا تحسين شهدت حياته جدلا كبيرا على مستوى المعارك التي كان تحسين أحد طرفيها مثل معاركه مع مصطفى الصدق الرافعي مع الشيخ محمود شاكر مع العقاد معارك عديدة لكن في الحقيقة كيف يمكن أن نرى هذه المعارك وهذا هو السؤال الأهم هل هي معارك محد أو مجرد معارك ما بين شخصين فقط أم أنها معارك معبرة عن وجهات نظر مختلفة تجاه العالم وجهات النظر هذه تعبر عن طيارات فكرية يموج بها المجتمع المصري هذه المعارك التي خاضها طه حسين كانت من الصنف الثاني مثلا معارك طه حسين أو معارك طه حسين دائما كانت في الحقيقة هي معارك الجديد ضد القديم يعني طه حسين كان من أنصار الجديد كان من أنصار الحداثة كان من أنصار العقل الآخرين كان دائما يؤخذ عليه مسألة الأوروبا وحديثه دائما عن أنه يعني يمكن في كتابه مستقبل التقاطف مصر وحديثه عن أنه مصر قطعة من أوروبا طبعا ده كان ده تفكير بالمناسبة كتاب شديد الأهمية والنقطة التي أشارت لها مهمة وأنا ربما سأتي إليها لكن أنا أريد أن أكمل لك هذه الفكرة المهمة أن معارك تحسين لم تكن معارك ذات طبع شخصي شخصاني معارك فردية لكنها كانت معارك تدافع عن قيم كبرى زي قيمة الحداثة قيمة العقل تعليم طبعا التعليم موسيقى